تقيت الجرعة الأولى وكانت المفاجأة أنه ما عانيت من أي ألم ولا حتى أعراض جانبية ربما كانت الأعراض الجانبية في اليوم الثاني لكن ألم خفيف جداً جداً سرعان ما تلاشى أخذت جرعة كوفيد قبل شهرين والحمد لله لم أشعر بأي أعراض جانبية أو أي شيء والآن أخذت جرعة الثانية أخذنا في 72 ساعة الأخيرة أكثر من 100 مسحة يومية أغلب نتائج المسحات إيجابية إلى الأسبوع الماضي لاحظنا انفجار بالأرقام أعداد كثير كبيرة الحالات اللي عبت راجعنا عبتكم في عنا حالات سريرية تحتاج عناي مشددة في عنا حالات متوسطة في عنا حالات تستدعي حجر المنزلين لم تلقيح ما يقرب من 52 ألف شخص 9000 تلقحوا جرعتين و41 ألف تلقحوا جرعة وحدة الأقبال مقبول لكن نرغب أن يكون الأقبال أكثر من ذلك يعني نظراً لانتشار الفيروس المتحور دلتا في شمال غرب سوريا الذي يتميز به سرعة الانتشار من شخص لآخر وأنه يصيب الأطفال بالنسبة لفاعلية اللقاح أسترزينيكا على المتحور دلتا اللقاح فاعل بشكل جيد وخاصة إذا استكمل الشخص جرعتين الانتزام بقواعد الوقاية الشخصية ارتداء الكمامة كلما أمكن ذلك والتباعد وعدم الاقتراب من الازدحام وعدم المصافحة وعدم المعانقة عدم زيارة مريض كورونا أهيب بالأخوة المواطنين الذهاب إلى أخذ اللقاح لأن اللقاح هو الوسيل الفاعل الوحيد إضافة طبعا إلى استعمال الكمامة والمباعد الجسدي وغسل الأيدي بشكل مستمر